الأصل الثالث، السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك من نبي هذه الأمة؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم هاشم من قريش هاشم كان عنويس ب lik كان ربي هذا أعرب من ذوريات إسماعيل ابن إبراهيم علىنبية صلى الله عليه وسلم possibility son descendientes de إسمايل que era filho del profeta إبراهيم قبل تجةها عبل enthusiastic 40 قبلة نباة 23 نبيا ورسولا وقال بقى الرجاء أول ماذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة عالق إقرأ بسم ربك الذي خلق وقال يسمى للبطب وقال للمتابع وقال ل Sachen وقال بلك وقال لين نبي det وقال لبطب وقال الآخ وقالاله وقال لبطب وقال لله مالذي كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وليم يدخل في الدين فهو كافر كفر أكبر لا يدخل في الجنة todo aquele que for convidado e não entrar no islã então ele é considerado descrente e não irá entrar no paraíso يدعو لاتوحيد الله يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلي إفراد الله سبحانه وتعاله وطرق الشرك então o profeta acostumava a convidar, propagar a mensagem para adorar um só Deus e afastar da idolatria يدعو لما حاسن الأخلاق والأعمال ينهى عن سوء الخلق ينهى عن الفواحش يأمر بالصدق, بالعدل مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكبر الله به هذا الدين كامل لا يستطيع أحد أن يبدع شيئا في دين النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكبر الله سبحانه وتعالى من مكة إلى مدينة هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم دين واضح بين